اشتركوا في القناة اضافة إلى مجمل الأوضاع والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي وكان في مقدمة مدعي جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليه العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويرافق صاحب الجلالة حفظه الله في هذه الزيارة وفد رسمي يضم كل من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة معالي الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وزير الديوان الملكي معالي الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة رئيسي جهاز المساحة والتسجيل العقاري معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة معالي الشيخ حمد بن إبراهيم آل خليفة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشاري صاحب الجلالة لشؤون الإعلام سعادة الدكتور محمد بن عبد الغفار عبد الله سفيري مملكة البحرين المعتمد لدى الاتحاد السويسري مع الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير التجارة والصناعة والسياحة سعادة اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية سعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لجلالة الملك المفدى سعادة السيدة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة سعادة اللواء الركن طيار محمد بحسين المسلم رئيس شؤون المتابعة الملكية سعادت الدكتور يوسف عبد الكريم بوشيري السفير والمندوبة الدام لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيب رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال